البذخ الذي كان يغطي الألغام المخفية خلف جدران القصور الأميرية والصالات الملكية سيتفتق عن صراعات مكتومة منذ خمسين عاما وأكثر ولكن لا بد لليل الخليج أن ينجلي ولا بد للكابوس الوهابي المقيت أن يتبدد من سماء الصحراء العربية التي ما زالت ترزح تحت وطأة سعود ومن يواليها من الخيم المجاورة عمان التي تراعي دائما قيم الجوار والرابط العربية وجدت أن الكيل السعودي طفح ولوث مياه الخليج بن سعود يبحثون منذ زمن بعيد عن مسوغ لابتلاع الجزيرة كلها ليس طمعا بالمال والثروة ولكن لتقوية موقف الرياض السياسي واستعادة نفوذها الدولية الذي انحسر إلى درجة أكثر من العدم بقليل فهل تريد قدم جوارها الخليجية؟ لعلها ترفع من قوة مواقفها التي تنهار يوما بعد يوم الرفض العماني جاء في مداخلة دخلت تاريخ الخليج العربي عندما أعلن وزير الخارجية العمانية يوسف بن علوي أن عمان ترفض قيام اتحادا بين دول الخليج موضحا أن بلاده ستنسحب من مجلس التعاون إذا ما تقرر قيام هذا الاتحاد نحن لسنا مع الاتحاد إطلاقا ولكننا إذا ما حصل الاتحاد ولا يبدو أن هناك رغبة أخرى رغبة من إخواننا الآخرين على الأقل في الاتفاق على خطة من ذلك الشكل في مرحلة تعصف بها رياح عاتية إذا حصل ذلك فنحن نجز من المنطقة وسنتعامل مع هذا لكننا لن نكون طرفا فيه هذا موقف سلطنة عمان كان واضحا لأشقائنا جميعا بن علوي كرر الصفعة عندما أكد رفض عمان توسعة قوات درع الجزيرة وأردف بتعبيرا واضحا نحن لسنا في حالة حرب ينبغي أن لا ندخل في صراعات لا مع القريب ولا مع البعيد نعتقد أننا لا يمكننا أن نعود إلى القرر الماضي وينبغي علينا أن ننأى بمنطقتنا من الصراعات الدولية أو الإقليمية ولذلك باحترامنا لكل وقهة نظار في مجلس التعاون وخارج مجلس التعاون في هذا الشأن في شأن مستقبل هذه المنطقة إلا أننا نعتقد أن القوة لا تعني بالضرورة أن يتعسكر الناس من أجل الدخول في صراعات أو مواقعة صراعات قمة عربان الخليج المقبلة في الكويت ستسير على الألغام والسعودية لن تربح سوى تابعين هما الكويت بسبب القرابة والبحرين التي تنتصب مملكتها بظل البندقية السعودية ماس قد أعلنت موقفها التاريخي والإمارات قد تستفيد من قوة عمان في إعادة فتح ملف الآبار المشتركة مع السعودية وخاصة موقع الشبية الذي يضخ نصف مليون برميلا يوميا كذلك شريط العديد عمان عممت رسالتها وخدرت قمة الكويت وأذابتها وحولتها إلى مفترق طرق إما قمة بروتوكول وتشريفات وتحيات دون الخوض بأي موضوع على جدول الأعمال وإما فالقاعة مفخخة بالألغام السياسية والدبلوماسية والركن السعودي سيكون أول المفقوعين